البيان الختمي للقمة 13 لمنظمة التعاون الإسلامي التي احتضمتها مدينة إسطنبول التركية يتهم إيران بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الداخلية لدول المنطقة الاجتماع الختمي للقمة شهد مقاطعة الرئيس الإيراني حسر روحاني اعتراضا على هذه الاتهامات إذا أردنا خل مشاكل العالم الإسلامي فنحن بحاجة إلى الوحدة والتضامن والتعاون والتنسيل ومن خلال هذه القمة فإن هدفنا الأكبر هو توجيه رسالة لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم بالوحدة والتكاتف القمة شددت على أهمية أن تكون علاقة التعاون بين الدول الإسلامية وطهران قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الداخلية للدول واحترام استقلالها وسيادتها